الإمام بتاعي جزء من تدريبه وتأهيله المناقشة يعني حشو كنا مثلا بعد صلاة الجمعة ففي حاجة في بالي فهروح على طول على الإمام بتاع المسجد أما ولنا في كذا 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 إيه رأيك مش عارف أعمل إيه وده جزء من طبيعة المصريين يذهبون إلى إمامهم في المكان اللي بيصلوا فيه سواء إذا كانت في صلاة جماعة أو في صلاة زي صلاة الجمعة فبنسأل وممكن نتفق وممكن نختلف الإمام بتاعي جاهز دايما للأسئلة والمناقشة أفقه متسع للنقاش ولا يغلقه الإمام أصلا هو تدرب في الدورات التدريبية مرحلة التلقين انتهت مرحلة التلقين دي خلاص انتهت أصبح فيه حاجة اسمها مرحلة حوارية إزاي أنت تتعامل مع الجمهور إزاي يعني مثلا شفت حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد قال يا رسول الله يعني إيه زالي في الزنا قال أتى الظهر ما قالهش أنت بتعمل إيه أنت عايز ما فيش الكلام ده وهكذا الإمام النهاردة النهاردة الإمام بيتعامل مع الجمهور يحنوا عليه بيأخذوا تحت وقته كده وقوله تعالى إنت فيك إيه فهو يحكي له بكل صراحة يعني إحنا كنا في أحد الأماكن أنا كنت موجود ومعايا بعض الزملاء فإحنا بنسألهم إنتم محتاجين إيه فهو حسنا يعني إحنا زي بعض فهو يعني إنتم زينا يعني طب إيه اللي يختلف بيننا وبينه السيدة الشفاء بنت عبد الله ليلى بنت عبد الله تناقشت مع سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاء أمير المؤمنين وهو خليفة وعلى مرأة ومسمع من الجميع في مسألة المهور حتى عدل أمير المؤمنين عن قراره ما دي حلوة أن الدين فيه الرأي والرأي الآخر هو إحنا ليه بنقول عندنا المذهب الأربعة هو مش عشان خاطر التعصب عشان خاطر اليسر والسهولة الحاجة دي تنفع النهاردة لا دي ما تنفعش بكرة مثلا مثلا يعني هبأ في إحدى يعني موضوع الزي ده مثلا أو اللباس اللي الإنسان بيلبسه أي حد يلبس لبس طالما أنه يسطر الجسد ما فيش أي مشكلة لا يقيد الإسلام الإنسان بزي معين يعني مش عايزة أقولها لو حضرت النهيب كان موجود بين النهاردة كان هيستخدم كل هذه الآسلية بالحديثة لو كحشت أستخدمها طبعا عادي لأنها موجودة بس المشكلة بقى الخلط بين ما هو من حكم العادة وما هو من حكم العبادة هم خلوا العادة عبادة يعني بمعنى لو أنت ما عملتش في ذهنهم هما اللي كانت في عهد عضرت النبي دي عادة لو أنت ما عملتها وما أنت إيه هتروح للنهارة آثم يا أخوانا دي عادة ده عرف دي عادة معلشان كده اللي كنت بقوله في الأول إحنا عاوزين نوصل للناس أصل العقيدة فلو وصل أصل العقيدة يبقى المسألة ما بقاتش بقى عادات لأننا بديعمل عبادتنا لأن إحنا فاهمين أطمئن وأطمن حضرك وأطمن كل الجمهور يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وزارة الأوقاف النهاردة عندها جمهور يعني أئمة أخذوا قسط كبير جدا من التدريب يعني تنمية مهارات على مستوى عالي جدا في كل التخصصات وفي كل الفروع أصبح النهاردة الإمام بيتعامل مع الكبير ومع الصغير مع الرجل ومع المرأة يعني كل واحد على قده بيبقى عارف يتعامل بمدعات زي لأنه خد تدريب ثق لمهارات إحنا يمكن عندنا دورة أكاديمية الأوقاف الدولية دي فيها مكونات متخصصة جدا يعني مش أي إمام بيدخل فيها لازم يبقى مستوى عالي بيخش ياخد مكون شرعي بيخش ياخد مكون إنساني بيخش ياخد لغات إحنا عندنا أئمة لغات يعني من فضل الله سبحانه وتعالى الدول الآن بالاسم عايزين إمام وزارة الأوقاف المصرية الدول النهاردة بالاسم إحنا محتاجين نيجي نتضرب عندكم طب إيه اللغات ده آخر سؤال هسأله بقى إيه اللغات اللي الأئمة بتوعي بيتقنوها بطلاقة فتمكنني مننا أبعث الأئمة والدعاء بتوعي مثلا لأمريكا اللاتينية أسباني أبعث مش عارف فين حتى بعض الدول فأفريقيا فرنساوي دول تانية ما بين أفريقيا أو أسيا إنجليزي إحنا عندنا أئمة جاهزين؟ أنا أقول حاجة بسيطة جدا بقى لها الروح مثلا لا أوروبا ولا أمريكا ولا فرنسا لأن أوروبا وأمريكا وفرنسا كلهم كانوا عندنا فين؟ فشار مشيخ فشار مشيخ حضرك أكيد سمعت أو الناس اللي حضرت هناك كل المصريين العظماء جم وقالوا إحنا شفنا حاجة غريبة ما شفناهش في مصر قبل كده إيه؟ شفنا حاجة غريبة جدا في المساجد أنا تخضيت إيه؟ قلت يا رب بصطي خير قال لك إحنا أول مرة في مصر نشوف الخطيب بعد ما يتكلم الخطبة باللغة العربية نشوف الخطيب يتكلمها باللغة الإنجليزية باللغة الفرنسية باللغة الروسية قالوا ما شفناش في حياتنا الكلام ده شفناها في شرم الشيخ الأئمة بتاعتنا حلو الأئمة بتاعت وزارة الأوقاف أئمة وزارة الأوقاف الناس كلها شفيتها في شرم الشيخ قبل ما احتم ده مش هنخبيها أنا مش هبقى هبقى محامي طرف آخر ألا وهو إنه طيب يعني حضراتكم بعضتوا شرم الشيخ هنقول مثلا عشر أئمة مؤهلين جدا ويتكلموا تلات أربع لغات وكلام من ده العدد بالبلد كده العدد اللي في اللمون عايز عدد أبقى عارف إن أنا عندي عدد لا بأس به أنشره في أمريكا اللاتينية عدد لا بأس به أنشره في الدول التي التحدثة الفرنسية احنا عندنا عدد ومش في اللمون احنا لسه لسه ألمانيا بعتها يعني من مبارح أنا عايزة إمام يجهيد اللغة الألمانية فلاني فلاني القرار يطلع لأن القايمة موجودة القايمة موجودة إنجليزي فرنساوي ألماني روسي القايمة موجودة الدولة اللي بتطلب فلاني فلاني موجودة حلو ده موجود بالقائم وكمان تنمية مهارات يعني هو لغة بيحدث ليه تدريب نوع آخر اللغة لأنه هو يعني التعامل في الخارج محتاج برضه طبعا تنمية مهارات عالية طبعا فبياخدها باللغة بكلم مجتمع تاني ومجتمع مختلف خالص وإزاي بقى أنا أتعامل معاه زي إحنا دايما بنقول أن في موضوعات ممكن نقولها نوحدة على التربيزة ممكن لأ في الباب ونقولها صح في موضوعات ما نقولهاش خالص صح هو بيتضرب عاد إيه اللي تقال وإيه اللي ما تقالش والمنطقة دي تتعامل فيها إزاي والجمهور دا تتعاملوا إزاي